لكن شيء آخر أحبائي القصة مش لحد ديت هون طبيعة المسيح غير متغيرة احنا منعرفها من خلال كل الأنجيل اللي منشوفها لكن لاحظ معي المسيح أعجب في هذه المرأة بل مدح إيمان هذه المرأة ومرتين مدح هذا الإيمان مكتوب بالناصري لم يستطع أن يصنع معجزات كثيرة ليه؟ لعدم الإيمان والمرتين اللي مدحهم هو إيمان قائد المئة وإيمان المرأة الكنعانية فإذن الشخصيتين كانوا أمم مش من اليهود ألاحظ يعني عاوز يقول لللي اللي بيسمعوا التلاميذ ولو لم أجد إيمان في إسرائيل كهذا أو عظيم يا امرأة عظيم إيمانك المسيح أعجب ومدح طبعاً إيمان هذه المرأة اللي نالت السلام طبعاً بقلبها شفيت ابنتها من الشيطان وطبعاً أكيد هذا كان سبب بركة للمناطق لما منقرأ عن معجزات يسوع حول بحير الطبرية كان بيجوا من صور وصيدة وكان بيجوا من المدن العاشرة من الديكابولس عاد عن المدن اليهودية من أورشليم ومن الجليل أيضاً فإذن هذه المرأة نالت الشفاء لها ولبنتها بسبب إيمانها القوي نعم إيمانها يمكن اهتز ويمكن امتحن إلى أبعد الحدود مثل إبراهيم الرب امتحنه في ابنه هذه المرأة امتحنت بابنتها لكنها انتصرت وفازت من خلال هذا الإيمان ترجمة نانسي قنقر